اشتركوا في القناة واندرو تيت وسأركز على الأخير محمد عليك لاي هو شخص عانى من العنصرية في المجتمع الأمريكي فكردة فعله على هذا التهميش ماذا فعل اعتنق الإسلام لأن الصورة التي ركبت في رأسي عن الإسلام متلخصة في بلان الحبش وهو يؤذن فوق الكعبة وبعض الآيات التي تذكر أن قيمة الناس بأعمالهم كقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبعض الأكاذيب عن أن الإسلام حرم العبودية لكن هذه الصورة هي صورة وردية سطحية بلا شك فأي فاهم للإسلام يعرف أنه دين يشرع السبي بالتالي العبودية ويعلم أن محمدا بنفسه قد امتلك عبيدا بل باع واشترى منهم وكان يتجول في أسواق بيع العبيد ولكن هذه النصوص قطعا لم يقرأها محمد عليك لاي لأنه لا يعرف العربية أصلا لكي يتوسع في فهم الفقه الإسلامي هذا فيما يتعلق بالعبودية أما العنصرية فإن الإسلام قد استبدل العنصرية على أساس العرق بالعنصرية على أساس المعتقد فهو يسمي مخالفيه بأنهم نجس وكذلك بأنهم قرود وكلاب وخنازير فهو لا يعترف ببشريتهم أصلا وهذا ليس في الوصف فقط بل حتى في الأحكام والمعاملات فهو يجعل دم المسلم أعلى وأغلى والكافر هو دونه مرتبة حتى لو قتله المسلم ظلما وعدوانا فإنه لا يقتل به وأنا هنا لا أتحدث عن الكافر الحربي أو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ميثاق فهذا دمه مباح وقتله حلال أصلا ليس على المسلم شيء في قتله لكني أتحدث عن الكافر الذي أعطته الدولة الإسلامية عهدا وميثاقا ودمة فلو جاء مسلم وقتله فلا يقتل به لماذا لأن هناك مبدأ أن الحيوات لا تتساوى فحياة الكافر أبخس ثمنا من حياة المسلم فكيف يقتل به لهذا قال محمد لا يقتل مسلم بكافر فهل يرضى محمد عليك لاي أو من هم مثله بالهروب من مجتمع بحجة وجود عنصرية وتمييز بين مواطنيه إلى مجتمع يميز بين الناس على أساس معتقدهم ويجعل حياة ناس أغلى ثمنا من حياة آخرين فما هي العنصرية إن لم تكن كذلك فهل يذهبون من سيء إلى عسوى هل يرضون بذلك بالتأكيد لا يرضون لكنهم قوم لا يعلمون فما فعله الإسلام هو أنه خلق طبقة عنصرية على أساس المعتقد وهي لا تفرق بأي شيء عن تلك التي كانت على أساس العرق وفوق كل هذا الإسلام لم يلغي العنصرية على أساس العرق كليا فأنت إذا دخلت الإسلام أو كنت مسلما يجب عليك أن تؤمن بأفضلية قريش على غيرها وإن لم تفعل ذلك ففي إيمانك نقص ويجب أن تؤمن أن الآئمة من قريش فلا يجوز تعيين إمام غير قرشي فالقرشية شرط في الإمامة وهذا نابع من أن محمد يعتقد بأن قريش أفضل من غيرها فهو يقول مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم أي أنه حتى بمعزل عن الدين فإن القرشية أفضل من غيره لمجرد كونه قرشيا فالأسباب التي بنا عليها محمد عليك لاي إسلامه هي أسباب عاطفية خالصة وفيها قلة فهم ونقص نظر ولو عرف تلك النصوص جيدا لما أسلم لكن شراط نزعة العنصرية في المجتمع الأمريكي في ذلك الوقت جعلت رده متطرف فالصورة الوردية الخاطئة التي امتلكها محمد عليك لاي عن الإسلام مردها إلى أن الحركات الإسلامية الدعوية النشطة في أمريكا تعرف اللعب على هذا الوتر بكل حرفية فهي تصدر لهم قصة إسلام بلال الحبشي لكن لا تخبرهم أن محمدا كان لديه عبيد وأنه كان يبيع ويشتري بهم وأنه يعتقد أن قبيلته أفضل من بقية البشر هكذا سياسة تنتهجها حتى الحركات الدعوية في العالم العربي فأنت ستسمع على المنابر وفي القنوات وفي الأفلام التي يتم تصويرها أن محمدا قال لقريش اذهبوا فأنتم الطلقاء ليصوروا لك أن الإسلام دين عفو وتسامح وما إلى ذلك بينما الصورة الحقيقية عكس ذلك تماما لأن رواية اذهبوا فأنتم الطلقاء هي رواية ضعيفة لا تصح ولا تثبت حسب قواعد المسلمين في النقل بل الثابت والصحيح هو أن محمدا قال لقريش يا معشر قريش والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح لكنك لن تسمع هذا ولن تجده في فيلم رسالة الذي يصور حياة محمد لأنه ليست هذه الصورة التي يريدون تصديرها ليست هي الحقيقة الصورة التي يريدون تصديرها هي عكس الحقيقة تماما فما بين الصورة التي تصدر والحقيقة فرق كبير سننتقل الآن من محمد علي كلاي إلى أندرو تيد وهذه الشخصين لديهما حالتان متعاكستان كليا فبينما الأسباب التي جعلت محمد علي كلاي يعتنق الإسلام هي أنه ركبت في رأسه صورة وردية عن الإسلام لهذا اعتنقه الحالة هي عكسها تماما عند أندرو تيد فهو عرف صورة الإسلام الحقيقية لهذا اعتنقه فهذا الشخص وجد في الإسلام فعلا ما يناسب شخصيته والأسباب التي قدمها والتي جعلته يعتنق الإسلام هي أكبر دليل على ذلك أكثر حجة أو سبب ستسمعه من الأسباب عندما يتعلق الأمر بتحوله أو بدخوله إلى الإسلام هو أنه يعتبر أن الإسلام دين حي وليس كالمسيحية ميت وهو يقصد بذلك أنك لو تمشيت في وسط المسلمين واستهزأت بمحمد أو بالله فإنهم سيقتلونك وهو يعتبر ذلك شيئا إيجابيا بعبارة أخرى هو يعتبر الهمجية دليلا يثبت صحة الإسلام لكن إن أردنا محاججته فهذه الهمجية ليست موجودة عند المسلمين فقط فهي على سبيل المثال للحصر موجودة عند الهندوس الذين أحرقوا مسلمين أحياء لمجرد اعتبارهم أنهم استهزأوا بآلهتهم فهل غيرتهم على معتقدهم بهذا الشكل الهمجي تجعل منه معتقدا صحيحا حسب منطقة أندروتايت نعم قريش أيضا كان لديها رد فعل همجي لما استهزأ محمد بآلهتها فهي قتلت وعذبت أتباعه بكل ألوان وصور العذاب التي يمكن أن تتخيلها فهل هذا يجعل اللات والعزة وهبل آلهة حقيقية لأن المشركين لا يقبلون الاستهزاء بها ولا النيل منها ويقتلون من يفعل ذلك حسب منطقة أندروتايت نعم وجود مثل هكذا أفعال همجية عند المسلمين أو عند الهندوسي أو غيرهم إذا أحرق القرآن أو أهينت الآلهة الهندوسية هو دليل على ضعف حجتهم ووهن ديانتهم وليس دليلا على أن دينهم حي وقوي إذ أن مجرد الاعتراض عليه يحولهم لهمج وقتله وهذا لأنهم لا يمكنهم الدخول في حوار مع المعترض فيفضلون قتله وهذا شيء رغم أن محمد بنفسه مارسه فهو قتل النظر بن الحارث لأنه غلبه بالحج وقتل غيره لأنه سبه أو استهزأ به أو بإلهه إلا أنه كان ينتقده حينما كان يصدر من قريش فهو كان يطالب قريشا بأن تسمح له بأن ينتقد ويستهزئ ويسب آلهتها كما يحلوله حتى جاءه ابن أبي معيط وخنقه وهو يصلي وكاد أن يقتله لولا أن جاء أبو بكر ودفعه عن محمد وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فمحمد هنا وفي ذلك الوقت كان مسكينا يطالب بحرية التعبير وأن لا يقتلوه بسبب سبه لآلهتهم واستهزائه بها ولكنه عندما اشتد عوده وقويت شوكته فعل مثلهم تماما فقتل من يستهزئ به أو بإلهه أو بدينه الخلاصة أن ردود الفعل الهمجية هذه هي دليل ضعف وليس الدليل قوة ولكن شخصا مثل أندروتيد لديه شخصية عدوانية همجية بالتأكيد سيعتبره شيئا إيجابيا وصدقني مثل هكذا تنظير من قبل أندروتيد لن يجازب في جعله دليلا على صحة الإسلام حتى أكثر المسلمين جهلا لأنه يعلم ردة فعل قريش الهمجية وكذلك يعلم شدة حميتها على دينها رغم أنه باطل فلا يوجد شخص في رأسه ذرة عقل سيستخدمها كذا حج كدليل على صحة دين ما و百عالى أكبر people say to me why did you convert I said I don't really think feel it as a conversion I I it's almost like I knew God was real and now I've become religious and they say well you were religious before I was like religious before how the Christian what does Christian mean laughing who's not a Christian you go to Christian Nations and everyone says they are Christian look how they live their lives going to the average church is any one actually fearful of God anybody no the girls are out on Saturday night drinking and then they turn up to church because their parents made them. هناك بشكل الصباح والآن إصلابًاا حيوليث ثاني البعض في مناسب ببعض مناسب لديه فريدون أن يحوظ تشيل بطرق وان شغال الرغم لديه بشير قد لا تشيل طاقتنا دورها كن من صيف أن رحبت المشانغ الآن كلهم في مناسبه ما الذي يجلد أحوظه لأنها حتياجه لذيب دوسر نحوظ طاقتنا ليسوا بأن جميع النجخ هيرا as an idea which has basically said well we can't set any firm rules because everyone will just quit so instead let's make it so easy to be a christian that nobody has to put any effort in and then accept everybody no matter what and hopefully we can keep the church doors open that's not that's not god to me you know god to me is is strong god to me is something to be feared god to me is something someone that people are afraid to mock yeah god to me is someone that you have to go out of your way to prove something too god to me has red lines like god to me represents the islamic faith الحجة الأخرى التي يستخدمها أندرو تيت إن صح تسميتها كذلك هي أن الإسلام يستخدم القوة في الدفاع عن نفسه والدعوة إليه وهذا بالنسبة لتيت يجعله دينا صحيحا فتيت مزعوج من التسامح ويريد شريعة أو دينا يبيح العنف لنشر أفكاره والدفاع عنها ببساطة هذا الكلام هو عكس المنطق تماما فالحجة الدامغة لا تحتاج للدفاع عنها ولا لنشرها بالقوة الفكرة والمعتقد الصائب لم ولن يحتاج لمنع الناس من انتقاده النظرية النسبية لعنشتاين انتشرت من أقصى الأرض إلى أقصاها دون إراقة قطرة دم واحدة عندما دعم الرجل فكرته بالأدلة والبرهين استطاع أن يغير أفكارنا دون استخدام لسلاح ولا لجنود هذا ببساطة لأن المنطقة سيسود في النهاية ولأن الحقيقة مهما غرقت ستطفو ولأن الفكرة الصحيحة والمعتقد الصحيح قادر على دعم نفسه بنفسه الفكرة التي تخشى الانتقاد وتضرب حول نفسها سورا دفاعيا يمنع من التشكيك فيها هي الفكرة الخاطئة المعتقد الفاسد هو من يفعل ذلك هو من يقتل ويرهب منتقديه والمعترضين عليه وهذا ببساطة لأنه فكر هش يمكنك رؤية ذلك أمامك في العنظمة الحاكمة مثلا التي يهتز عرش طغاتها من مجرد كلمة فيسخرون كل قوتهم لقمعها وخنق من ينطق بها لأنها أنظمة فاسدة قائمة على النصب والاحتيال والكذب والفساد فلا تتحمل النقد لأن النقد سيعريها وهكذا هو المعتقد الفاسد تماما ليس لديه أي حجة أو دليل لهذا يلجأ للقمع والترهيب والسلاح لتثبيت نفسه فإن وجدت دينا يفعل ذلك أو يأمر به فاعلم أن هذا مؤشر قوي على أنه دين باطل وحتى لو رجعنا بالتاريخ للوراء لننظر كيف صارت الأمور بين محمد وقريش فسنجد أن محمد لم يقدم أي دليل على نبوته ولو فعل ذلك لآمنت قريش به وهو ينقل عنهم أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها فهم يقسمون له قسما عظيما أنه لو جاء بآية أو بدليل واحد على نبوته فإنهم سيؤمنون به فالأمر لم يكن يتطلب من محمد أن يحمل سلاح ولا أن يدافع عن نفسه لو كان لديه دليل على نبوته لكن تريد إجبار الناس على شيء لا دليل عليه بالتأكيد سيعترضون عليك فمحمد عندما طلبوه بدليلا قال لهم قل إنما الآيات من عند الله فهو ليس لديه آيات أو أدلة وفي صلح الحديبية قالت له قريش والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك أي أنك لو قدمت دليلا على نبوتك لما قاتلك أحد ولما وقف أحد في وجهك بل لآمنا بك أي أن امتناع قريش ليس كبرا ولا خيلاء كما يصور لك المرقعون بل هو لأن محمدا لم يأتي بدليل ولا بحجة لهذا اضطر لاستخدام السيف بعدها فزاد عدد أتباعه ومن يغلب بسيفه يغلب برأيه كما تقول العرب وفي النهاية لو استمعت كثيرا أو قليلا لآن روتيت فلن تستنتج إلا شيئا واحدا وهو أن ما يعجبه في الإسلام هو همجيته حرفيا فهو شخصية عدائية متطرفة إقصائية وجدت ما يسقي أفكارها في الإسلام لهذا اعتنقت وتعليقا على عنوان الحلقة نحن نكفر وهم يسلمون أريد أن أقول نحن كفرنا لأننا رأينا الإسلام من الداخل رأيناه على حقيقته رأينا السبي والعبودية وبيع النساء في أسواق النخاسة رأينا الإسلام كما كان يمارسه محمد وأصحابه رأينا دينا همجيا عدائيا فاشيا لا يتناسب مع الطبيعة البشرية التي يجب أن يكون التسامح فيها حاضرا لقد خيرنا بين طبيعتنا كبشر وبين دين يحرم علينا إلقاء التحية على جارنا المسيحي أو اليهودي أو حتى البوذي أو الهندوسي فاخترنا أن نلقي التحية ونبتسم في وجه من يختلف عنه لقد خيرنا بين أن نمد يد العون والمساعدة ونحزن ونتألم لمصائب الناس بغض النظر عن دينهم وبين معتقد أو دين يعلمنا أن المصائب إذا وقعت على أناس مسلمين فاحزن لها لكن إن وقعت على غيرهم فهي عقوبة من الله لهم فتشفى بهم فاخترنا أن نحزن ونتألم لمصائب الناس بغض النظر عن دينهم لقد خيرنا بين أن يكون ما يجمعنا مع بقية البشر هي الإنسانية فلا يهمنا دين ولا معتقد ولا جنسية ولا لون الناس فهم إخوتنا على أي حال وبين دين يريد حصر تلك الأخوة بمن آمن بمحمد فقط فاخترنا أن تكون أخوتنا لجميع البشر سواء آمنوا بمحمد أم كفروا به لقد خيرنا بين أن نعترف بحق الشخص في تغيير دينه ومعتقده وبين دين يخبرنا أن أقرب الناس لك لو ترك الإسلام فاقتله فاخترنا أن نعترف بحق من يريد أن يختلف عنه لقد خيرنا بين أن نصدق الحقائق العلمية وبين دين يفرض علينا كتابا مليئا بالخرافات والأساطير فاخترنا الحقائق العلمية لقد خيرنا بين الحقيقة والكذب فاخترنا الحقيقة لقد خيرنا بين العلم والجهل فاخترنا العلم لقد خيرنا بين أن نعرف ونستكشف وبين دين يريد منا أن نؤمن ونصدق تصديقا أعمى فاخترنا أن نعرف ونستكشف لهذا كفرنا فكفرنا هو خطوة للأمام نحو عالم أفضل وإسلامهم هو أميال للوراء وحجج واهية ومنطق مقلوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر